رحب دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي دكتور سمير مساء الخير مساء الخير مدام عزة لحضرتك ولكل السادة المشاهدين أهلا بحضرتك فاندم أهلا بك وزير الدفاع الأمريكي بدأ جوليته من الأردن ثم العراق ثم مصر خلينا نتكلم على الدلالة أو البعد المحلي والبعد الإقليمي يا دكتور سمير تماما مدام عزة نقول على هذه الزيارة أنها من أهم الزيارات اللي تمت في المنطقة خلال الفترة اللي احنا موجودون فيها وما قدرش أتكلم على الزيارة دي الوحدية لازم نربطها في زيارة وزير الخارجية الأمريكي دينكين من خمس أسابيع لنفس المنطقة ظهر فيها قابل سيد رئيس تيسي قابل نتانياهو وقابل رئيس السلطة الفلسطينية بعدها بربع أسابيع خمس أسابيع النهاردة وزير الدفاع الأمريكي جي المنطقة وأساسا الرئيس المصري الرئيس تيسي ثم نتانياهو ثم راح العراق مكانش مخططة مبارع وقابل ملك المغرب وبكرة حيقابل نتانياهو زيارة مبارحة للعراق مكانش فيه أخبار ممهدة ليه مكانش مخططة أول ما بدأت الزيارة قالوا أنه سيزور مصر وإسرائيل والأرض ومبارح فوجئنا أنه طلع العراق لكن في الزيارتين بتاعت بلينكين من أربع تبيع وزيارة وزير الدفاع الأمريكي نعم وهم دولتين الأساس هي مصر وإسرائيل زيارة مبارحة للعراق موضوع مختلف تماما مختلف تماما مختلف تماما عن ما يحدث في زيارة المنطقة ولذلك جاد فجأة ما كانش مخططة نعم فنقلينا في الزيارة الرئيسية بتاعت المنطقة صحيح نعم دور شمادام عزة إحنا عندنا في الفكر العسكري والاستراتيجي لما يكون عندك منطقتين ساخنين نركز في منطقة ونهد المنطقة الثانية مم النهاردة أوروبا مشتعلة الموضوع عن فجر بتاع روسيا وأوكرانيا مم وأصبحت مشتعلة مم مش عارفين راحين فين وحنتكلم عليها بعد سويا تمام فالنهاردة أمريكا لقيت أن منطقة الشرق الأوسط مم يمكن أن يحدث فيها انتجار فأي لحظة مم وعشان كده لينكين جات ما حدش يبص لكل الزيارة الوحدية يا جماعة صحيح لازم نجمع لأن أمريكا لها هدف استراتيجي في المنطقة نعم مش عايزة توطر ينشب عنه اشتعال وحرب في المنطقة فبالتالي جي وزير الخارجية يعني ده هدف أساسي آه هنقولي ثلاث أهدف عن المؤلاء تمام فجاء بلينكين من أربع أسابيع وراه النهاردة وزير الدفاع الأمريكي ومن أربعة أيام رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي جه وراح شمال سوريا يدور القوات الأمريكية اللي موجودة في شمال سوريا نعم إذاً فيه حركة كبيرة في المنطقة آه تمام مش ناخد الزيارة جيلي واحدة لأ بنربط وينها ميزة التحليل التحليل من تربط الأحداث طبعا طيب الهدف من الزيارة إيه مدام عزة لأمريكي أمريكي حتى استراتيجية في الفاترة واحد لازم تهدي آه التصعيد اللي بيتم بين الفلسطينيين والإسرائيليين لأن لو دار ممكن يهدد ويتشتعل المنطقة آه وهم مش عايزين منطقة تشتعل أي النهاردة يا مدام عزة روسيا متحكمة في الغاز لأوروبا أوروبا بيجيب الغاز منين منشارك المتوسط نعم هاجي كمان أشتعل الموقف المتوسط لها أي أي تمام أي فالنهاردة الغاز بتاع المتوسط كل بيروح لأوروبا عشان نعود الغاز الروسي طح تمام فإذا المطلوب يا إسرائيليين ممنوع آه تصعيد الموقف المسبوع اللي فات استوشد عشرة فلسطينيين أي وجرح مية في نبي إمبارح ستة طبعا استوشهدوا فالموضوع بيتصاعد وأمريكا مش وقته التصاعد يا إسرائيل مع الفلسطينيين حاجة تانية اللي بدأت ممكن تزيل المنطقة اشتعالا إن إسرائيل وجدت إن إيران وصلت نسبة التخصيب 86% دي نسبة عالية ولو وصل التسعين يبقى إيران تاني يوم تعمل قنبلة نوية تمام وإسرائيل هدفها إن لا يمكن إيران تعمل قنبلة نوية فبدأت إسرائيل أنا لأسف ما فيش لوحات النهاردة كنت تودتك ودير الدفاع إسرائيلي قال حاليا ضرب إيران فإذن بالتالي لو إيران ضربت المنطقة كلها هتشتعل منطقة الخليج وإيران هترض إذن نفس المشكلة هيبقى ودي أمريكا مش عايزاها مش عايزا يبقى فيه منطقتين مشتعلين فبالتالي جد بتقول يا جماعة مش عاوزين يا إسرائيليين تهددوا إيران الحاجة الثالثة التواجد الأمريكي في المنطقة روسيا الفترة اللي فاتت كانت سوريا كلها تقريبا داعش استولت على معظمها ولكن بمعاونة روسيا قدرت سوريا إنها تقضي على داعش وكان إيه ثمن إن روسيا بقى عندها قاعدتين عسكريتين في سوريا قاعدة إخميم الجوية وقاعدة ترتوس البحرية أمريكا لها قوات في الشمال سوريا فعشان كده لقينا رئيس الأركان من أربعة ايام رئيس الأركان أمريكي هو أصبر طائب في الجيش الأمريكي تعرف أن وزير الدفاع ده وزير سياسي لكن يبلقود الجيش الأمريكي رئيس رئيس الأركان أمريكا لقينا فلع من خمس أيام راح كمال سوريا أمريكا بتخيلي الحركة دي كلها نربوطها ببعض يا مدام عزة أمريكا ما تقولش إن دي زيارة بس للمنطقة أمريكا كل ده عشان نقول للروس إحنا كمان موجودين في كمال سوريا اللي هي أمريكا طبعا سوريا اعترضت على الزيارة وتركيا اعترضت أمريكا وباقت الأرض بتاعة سوريا مباحة أمريكا عشان كده بالتالي كانت هذه الزيارة أو الزيارات دي كلها تبابها نوقف التصعيد مش عاوزين المنطقة تشتعل أم إن احنا مش عاوزين تصاعد المشكلة الإيرانية نعم إيران لما حدثت إن روسيا إن آسف إن إسرائيل حتقوم بعمريها وجميع أم بدأت راحت موافقة على إن الهيئة بتاعة العالمية للتفتيش النووي بلهم سنتين أي إيران رفض إنهم يخشوا يفتشوا أي وعطلت الكاميران نعم الأسبوع اللي فات راح رئيس الهيئة نوية وزار إيران وقاعد مع رئيسي اللي هو الرئيس الإيراني وطلعوا بمؤتمر إن إيران أخيرا وفقت على إن عودة المفتشين عشان يفتشوا على مواقع النوية تمام وعودة الكاميران ليه لأنهم حسوا إن إسرائيل فعلا كان حتقوم بضربة ضدهم فبالتالي المشكلة الإيرانية هدد وطبعا أمريكا بدأت تهادي إسرائيل نشتعيزين ضرب الإيران في المنطقة نشتعيزين المنطقة تشتعل تمام وأيضا طب إيه زيرت مصر بقى أيوة مدام عزة إحنا لنا إيه في الموضوع ده تمام مدام عزة نعم أمريكا النهاردة بتعتبر مصر هي المحور والتمام الرئيسي لتحقيق الاتزان في المنطقة مم مصر دعما حصل حرب غزة الرابعة 11 يوم مين اللي وقف القتال مصر نعم عرب غزة الخمسة نعم مين اللي وقف القتال وسط رئيس سيسي بعت لتل أبيب وبعت لحماس مصر فالنهاردة مصر هي القوة المتزنة التي لها علاقات طيبة مع الجميع نعم وتقدر تسيطر على هنا وهنا وكان لازم يجي وزير الدفاع النهاردة الأمريكي للأسف على مواقع السوشيال ميديا بعد السلام لازم أرد عليه خدر مش مطلوب نعم ولكن أمريكا داي تقول لمصر تقف معنا في ساعة ضرب إيران لا مصر لن تدخل في تحالفات مع حد نعم مصر لن تاخده في أي حاجات تعاون عسكري بزا أي حد ولكن مصر هي تمام الأمان النهاردة في المنطقة وعشان كده الرئيء وزير الدفاع الأمريكي جي النهاردة مصر طالع بكرة إسرائيل ايه اتفق مع نتانياهو تهديئة الأمور مع الفلسطينيين عدم التسعيد وهنا أنا عايز أقول حاجة برضو مدام عايزة الفلسطينيين عندهم فرصة دلوقتي كبيرة انهم يحلوا المشكلة لان احنا مطالبنا كعرب وفلسطينيين حل المشكلة في إطار الدولتين ايه من حظنا دلوقتي ان جو بايدون رئيس الأمريكي مؤمن بهذه النظرات بالفكرة دي صحيح بالفكرة بعرفت ترامب ترامب قالك لأ هي دولة واحدة صحيح ولا اللي عايده نتانياهو ايه احنا نتحد كفلسطينيين وما بقاش فين قسام غزة وحماس الوحدة ايه والضفة والسلطة في الضفة الوحدة ومصر الفترة اللي فاتت بدل الوحدة عشان ما تبقاش دي من الفرص الضائعة أيضا والله برافو عليكي لان الوقت القضية الفلسطينية قضية الفرص الضائعة صحيح فالنهاردة احنا مش عارف ليه بنعمل كده ومصر فزر الجهد لان حتى في الغرض يقولك لما نيجي نتكلم مع الفلسطينيين نتكلم عمين عمين مع السلطة في رمالة ولا مع اه حماس صحيح وخصوصة ان بعض الدول بتعتبر حماس يعني منظمة كده ايه فبالتالي لازم الفلسطينيين ينتهزوا وزير الفرصة وانهم يوحدوا نفسهم وينتهزوا السنتين اللي قاعد تيمزو بايدن ايه حتى نعمل حل المشكلة في اطار الدولتين لان نتنياهو رافض ايه والنهاردة في اسرائيل لأول مرة من سنين اه تكونت حكومة يمينية صحيح دينية متطرفة متطرفة ده في مشاكل داخلية اصلا عند اسرائيل بالضبط عندك برافو عليك يا مدام عزة ايه في مشاكل داخلية لان اه نقولها برضو عشان الناس تبقى عارفة انت عارف اي دولة في العالم فيها ثلاث سلطات وسلطات منفصلة فيه السلطة التنفيذية اللي هي رئيس الوزارة والوزاة والمحافظين وفيه السلطة التشريعية اللي هو مجلس شعب ايه في اسرائيل الكنيسة وفيه السلطة القضائية القضائية والدول اللي في العالم كلهم بتقولك الفصل بين السلطات نعم جاني تانية اول ما جاء الفترة اللي فاتت وقال لك لا ده انا عايز الكنيسة يسيطل على القضاء يعين القضاء وكمان من حقه ان يرفض احكام القضاء بتاع المحكمة الدسترية العليا ايه طب انه هو بيعمل كده لانه نتانياهو عنده جرائم مقلة بالشرف فبيتحاكم فعشان لو كده يبقى الكنيسة يرفض الحقب بتاعه طبعا لتاسع سبب بيتم مزارات في اسرائيل نعم ضد هذا كلام لانه ضد الديمقراطية والنهاردة لما اسرائيل بعد كده ما تحدش يتكلم فيها عن ديمقراطية ايه انت الاول مرة بجيت تسيطر على ثلاث سلطات ودي ما بتحصلش في العالم بالتمام فالنهاردة طبعا هم عندهم المشكلة دي زائد مشكلة التصعيد زائد مشكلة المستوطنات يا مدام عزة ايه النهاردة الاسبوع اللي فات قرار بتاع اربعة تلاف وخمس بيت بيت كمستوطنة لديدة في الضفة نعم اعادنا كده عشرة خمسة عشرة مش هنلاقي مكان للفلسطينيين في الضفة ايه سهل لازم الفلسطينيين يتحدوا ولازم يعودوا ولازم يحلوا المشكلة في اطار جو بايت لسنتين دولت لان امريكا موافقة على حل القضية في اطار الدولة نعم ده لو عايزين يحلوا ده لو عايزين يحلوا دكتور سامير حضرتك قلت في متن كلامك وفي سياق كلامك قلت اوروبا مشتعلة بسبب روسيا واوكرانيا ومحتاجين نعرف اهداف امريكا للمنطقة وشايف الوضع ازاي والتطور فيما يتعلق بروسيا واوكرانيا وحل حتى ازداد اوروبا اشتعالا تماما احنا دلوقتي من 24 فبراير الفاتف دخلنا في السنة التانية في الحرب الروسية الاوكرانية نعم نتيجة هذه السنة اللي فاتف ان روسيا احتلت 20% من الاراضي الاوكرانية الاربع مخاطعات واعلنت ضمهم الى اه روسيا اي كلنا عندنا امل ان الفترة دي سيحصل معادة سلام بين الطرفين لان روسيا قالت مع انتهاء الشتاء انا حبدأ عملية كبيرة جدا اربي اي وروسيا استعدت تماما في الفترة دي لدرجة ان اه يعني بوثل لاول مرة يعمل اعلان وهو بيجتمع بالمجلس الاعلى وده محدد بيعملها انما كانت رسالة الى امريكا والدول اي انا حنفذ عملية كبيرة في اه ربيع القرب تمام والذلك كان عندنا امل ان احنا اه الموضوع ده ينخلش بقى سلام جد اي اي وقدمت مخترح من 12 بند عشان يعودوا ويتفقوا السفقية السلام بالاسف تاني يوم امريكا رفضت هذه المعادة او هذا المخترح الصيني ورجعنا للمخترح سفر نعم فالنهاردة عندنا مشكلتين مشكلة الاوانية مع الربيع هتبدأ روسيا تشن عملية كبيرة جدا مش عارفين ما ده فيه تمام اجه التانية نصف مارس ده كان فيه اتفاقية روسيا عاملها مع اوكرانيا برعاية تركيا والامة المتحدة تمر الحبوب بتاعة اوكرانيا اللي هي الامح والدرة والزيد اي من خلال ممر مائي للعالم برسي قالت انا في نص مارس انا مش حوافق على ترديد المعاهدة اي اذا العالم هيخش في مشكلة جديدة من نقص الامح العيش فيما يتعلق بالمشكلة بالدرة العلف بتاع الماشية وبتاع الدجاج اي الزيد الاسمدة هنخش في المشكلة تانية اي فالنهاردة للأسف المشكلة زادت أكثر لما بدأت امريكا والدول الغربية تدعم اوكرانيا بأسلحة هجومية اي تفاكرة قبل كده كنت بتكلم مع حديثتك بقول ان الدعم كان اللي بيطلع من اوروبا وروسيا وامريكا اسلحة دفاعية دفاعية وليست هجومية اه المرة دي بدأت بقى دول اوروبية هتدي الدبابات الام وان اي وان الامريكية الى اوكرانيا الهجومية اه الدبابات الالمانية الدبابات الانجليزية وبدأت فيش الدبابات دي موجودة لهن الناس اي فاللموضوع اخطر مبارع ان بدأت امريكا تدرب طيارين اوكرانيين على طيارات الافستاشر اي ده معنى كده ان الامور هتتصاعد الفترة الفترة كنا بنأمل انها ما تتصاعدش لان لو تتصاعدت العالم جاي ما قلت نك مرة رغم انها حرب بين دولتين انما اثارها الاقتصادية بقت على العالم كله على العالم ما فيش دولة ما تتصارتش نعم اذا قاسي تاني كل دول العالم بالمشاكل الاقتصادية نعم هتبقى عملية صعبة اي اه بنأمل الفترة اللي جاية ان يكون هناك احد من الحكماء انه يبدأ يقول اتفاقية السلام اي او يقعدوا واعتقد كيسنجر وانا الراجل ده بحبه لانه وانا صغير كنت بقرى كتبه وانا اتكلم وقال يا جماعة روسيا رانتفروا بمهجومة من الحرب اي ولا امريكا ولا حد فنقعد ونعمل اتفاق اتفاق يرضي جميع الاطراف ولكن لكي يعم السلام على المنطقة في الفترة القادمة فبنتمنى ان لا يقل يا ربي يا دكتور سميش لانه العالم لا يحتمل لا يحتمل سنة تانية اتعبنا كلنا يا مدام العالم كله تعب حتى الدول الغنية المانية انا كنت تانية وشفت العذاب اللي المان فيه هناك مصانع بطلت في المانية عشان نقص الوقود تمام فبالتالي هناك مصالب الفترة اللي جاية ان يكون معاهد السلام في الفترة القادمة يا رب يا رب نتمنى يا دكتور سمير بشكر حضراتك فانلم شكرا جزيلا شكرا دكتور سمير شكرا شكرا شكرا